شهدت رحلات العمرة في مملكة البحرين منذ بداية الشهر الفضيل أقبالا لافتا لأداء مناسك العمرة مقارنة بالأشهر الماضية وذلك بعد السماح من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة بزيادة أعداد المعتمرين لهذا العام وأكد أصحاب الحملات على زيادة الطلب من قبل المواطنين والمقيمين على رحلات العمرة وكثافتها في العشر الأواخر من الشهر الفضيل يتسابغ المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين على رحلة إيمانية بدأت تعود لما كانت عليه قبل جائحة كورونا سواء عن طريق البر أو الجو وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية زيادة أعداد المعتمرين لهذا العام حيث ازداد الإقبال على آداء مناسك العمرة منذ مطلع شهر رمضان المبارك ويتواصل حتى دخول شهر شوال هذا هو الحال خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل حيث تضاعفت أعداد المعتمرين مقارنة بالعامين المنصرمين بعد تخفيف الإجراءات التي فرضتها الجائحة على العالم أجمع الحمد لله عدنا عودة كاملة إلى رحلات العمرة وطبعا في رمضان تكون لنا أكثر من نوع من البرامج الرحلات في منها الطيران في منها البري يعني نعطي المعتمر أحقية الاختيار إذا كان يبي طيران البحرين يبي طيران السعودي أن نقدر نسوي رحلات فردية يحتار هو التواريخ اللي يبيها ونحن نحتزل الفنادق تسهيلات تعطينا المملكة العربية السعودية منها تسهيل الحجوزات منها الإجراءات الوقائية صار تسهيلات عن موضوع برنامج اعتمرنا قبل كان في بعض يعني نقدر نقول بعض المشاكل لازم نروح مكتب نحلها وذي الآن خلاص الأمور صارت أسهل هذا وأكد عدد من المعتمرين حرصهم على الذهاب لبيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والاعتكاف في الحرام المكي رغبة في الأجر الكبير في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل بخصوص هذه الرحلة عقم من علينا الله سبحانه وتعالى طالع في هذه السنة 2022 عقم سنتين أو ثلاث سنوات الحرامنا الصراحة من الحرام واشتقنا له من من الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا ويرحم يوفق هذه الرحلة يوفقنا ويرجماعة نحن دائما صارت عندنا انطباء نروح العشرة وآخر مجموعة هي اللي خلينا نروح روحانية أكثر العبادة فيها أكثر الخشوع فيها أكثر نبتعد عن الدنيا شوي ونكون مع الله سبحانه وتعالى فما نفكر لا في تلفوناتنا أهالينا نخليهم ومثل ما تقول هو مو اعتكاف وهو شبه اعتكاف فأنت مثل ما تقول هذه التلذذ بالعبادة والله نحن نحب نروح العمرة في رمضان لأن الشهر الكريم دي والعشرة الأواخر نحب نعتكف فيه في رمضان في العشرة الأواخر جهول كبيرة تبذلها الحملات البحرينية من أجل تقديم كافة التسهيلات والدعم لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة وذلك بالتعاون مع الجهاد ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بينما تستمر السعودية في استغبال المعتمرين من كل حدب وصوب حتى أصبحت مكة المكرمة متاحة للمصلين في جميع أرجاء الحرم الشريف وما حوله حركة نشطة وأغبال كثيف على رحلات العمرة خلال الشهر الفضيل وخاصة في ظل العشر الأواخر ما يؤكد على الإجراءات التي تقدمها وتمنعها المملكة العربية السعودية للمعتمرين البحرينيين خلال هذا الشهر الفضيل الله نعرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين